أنت هنا تضع العراق ذا من محور المقاومة الموقف الرسمي يقول لك أنا أشتغل بالوسطية لست مع سياسة المحاور فكيف أنت تقول هو جزء من محور المقاومة لا طبعا العراق لا يريد أن يتماشى مع أطراف ضد طرف آخر لكن كسياسة استراتيجية للعراق سياسة الرئيس دولة سيد محمد الشيء السوداني حكومة البرلمان الشعب العراقي الحركات المقاومة الموجودة في العراق المرجعية العليا كلها ضد الكيان الصيوني ومع المقاومة الفلسطينية واللبنانية وهذه تضع ومواقف مسجلة فلذا أن الأمريكان خانوا العراق الآن خلف الكواليس تجري مباحثات مهمة جدا عبر سكرتارية الأمن القوم العراقي عبر الحكومة العراقية عبر الوسطاء بأن الأمريكي خان العراق وأنا أعتقد أنه لم يعلم العراق بذلك لأنه ما في ضرورة لقبول العراق لمثل هذا التعدي الخطير ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأنه أولا طائرات ليس مسيرة طائرات حربية شبح يعني فيها طيارين وهذه يعتمد على رادارات وإمكانيات تقمار صناعية ومحطات أرضية وبعدين تضرب طواريخ من الأرض العراقية يعني لو ضربت لنفترب تأتي مسيرة مباشرة أو صاروخ من الكيان الصيوري عبر الأجواء العراقية يختلف جدا عما يأتي طيار ويقف ويحدد أهدافهم من داخل الأراضي العراقية وبدأ أهداف الجيران وأهداف في إيران فلذا أنا أعتقد هذا الأمر يختلف كلها لذا أنا أعتقد الأمور معقدة جدا والآن خلف الكواليس تجري مباحثات مهمة بين بغداد وطهران من جهة وبين بغداد وجهات خاصة جهة الأمريكية لأنه الأمر ملتبس وإذا ثبت أنه عين الأسد أو بعض القواعد العسكرية الأمريكية كان لها يد في هذه المساعدة أعتقد الأمور ربما تتغير